الأخت أم يوسف من العراق أيضا تقول بأن يعني الآن أنا اتصلت عليك في البرنامج من دون علم زوجي يعني ما حكم ذلك أخت الفاضلة أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تطلب العلم من جملة ذلك السؤال عن دينها ولذلك كان نساء الصحابة يأتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه بل يسألنه الأسئلة الدقيقة التي قالت بعض أمهات المؤمنين رحم الله النساء الأنصار ما منعهن الحياة أن يسألن أن يتفقهن في الدين ولذلك كان الناس منذ قديم الزمان وإلى يومنا يعني النساء يطلبن العلم ومن جملة ذلك السؤال وقد يسر الله عز وجل على الناس في هذا الزمان في هذا الوقت هذه الوسائل وسائل التواصل وسائل الاتصال هذا الفضاء المفتوح ولله الحمد الذي أصبح الوصول إلى المعلومة يسير هذا من حيث الأصل الأمر الثاني بالنسبة للزوج إذا كان قد منع امرأته منعا كاملا وقال لا أسمح لك بأنك تتواصلين مع العلماء أو طلاب العلم فتلتزمين ذلك بارك الله فيك بشرط أن يقوم هو بالاتصال للأسئلة التي أنت تحتاجين إليها في أمور دينك بمعنى أن الزوج يجب عليه أن يوفر وسائل العلم لزوجته لأنه مسؤول عنها من جملة ذلك أن يسمح لها بحضور الدروس يسمح لها بحضور المجالس العلمية أو يسمح لها بالاتصال فإن أبى إذن يتعين عليه أن يحمل وأن ينقل سؤالك إلى العلماء ثم يرد الجواب لك افعلي كذا أو لا تفعلي كذا إذا كان هو أمي وليس بطالب علم أما إذا كان الزوج ما أمرك بذلك فالأصل على الإباحة ما دام أن التواصل ولله الحمد تواصل شرعي تواصل لأجل طلب العلم لأجل الاستفادة يعني في المسائل الشرع والدين بارك الله فيك